بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كم 233 في هذه المحاضرة سوف نتعرض إلى الخلايا الإلكتروليتية أو خلايا التحليل الكهربي Electrolytic Cell أهداف هذه الوحدة هي تعريف الخلايا الإلكتروليتية ثم دراسة والتعرف على قوانين فردي وأخيرا معرفة بعض الطبيقات الهامة للتحليل الكهربي مثل طلاء المعادن مثل الطلاء الكهربي وتنقية المعادن وتحضير بعض المواد والمركبات الهامة في الصناعة تعرف الخلايا الإلكتروليتية بأنها نوع من الخلايا الكهروكيميائية تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية ومن خلال الرسم المبين يتضح أن أهم المكونات للخلايا التحليلية هي وجود مصدر خارجي للطيار الكهربي هذا المصدر الخارجي للطيار الكهربي يعمل على تحويل الطاقة الكهربائية المنتجة بواسط هذه البطارية إلى تفاعل كيميائي ودائما الأكسدة تحدث عند الأنود والأنود يحمل إشارة موجبة بينما الاختزال عند الكاثد الذي يحمل إشارة سالبة توجد قوانين فردي للتحليل الكهربائي وهي التي تحكم عمل الخلايا التحليلية القانون الأول لفردي كمية التغيير الكيميائي الذي يكون على شكل زوبان أو ترسيب أو تصاعد الحاصل نتيجة مرور تيار كهربائي تتناسب تردياً مع كمية الكهرباء المارة في المحلول إذن من خلال هذا القانون كمية المادة تتناسب تردياً مع كمية الكهرباء المارة في المحلول كلما ازدادت كمية الكهرباء المارة في المحلول كلما ازدادت كمية المادة الناتجة القانون الثاني لفردي مقدار التغيير الكيميائي الحادث لمواد مختلفة عند الأقطاب نتيجة لمرور نفس الكمية من الكهرباء تتناسب مع الأوزان المكافئة لهذه المواد أي أن كميات المواد الناتجة عند الأقطاب تتناسب تردياً مع الوزن المكافئ لها وكمية الكهرباء كيو تساوي عدد الشحنات الكهربائية المارة في الموصل وهي عبارة عن حاصل ضرب شدة التيار I بالأمبير في الزمن T بالثانية ووحدة كمية الكهرباء هي الكولوم ويمكن كتابة القانون الرياضي لكمية الكهرباء كيو يساوي I شدة التيار في T الزمن والكولوم يمكن تعريفه بأنه كمية الشحن الكهربائية المارة عبر موصل يمر خلاله تيار مقدار أمبير واحد ولمدة ثانية واحدة فقط أي أن واحد كولوم يساوي واحد أمبير في الثانية الواحدة ومن المعادلتين واحد واثنين يمكن دمجهما أي أن كمية المادة الناتية عند مرور كهرباء في محلول ماء تتناسب ترضيا مع التيار بالأمبير ضرب الزمن في الثانية ووزن المكافئ ويمكن تعديل المعادلتين واحد وثلاثة للحصول على المعادلة ويمكن تعديل المعادلتين واحد واثنين لنحصل على المعادلة ثلاثة أي أن وزن المادة الناتجة عند مرور كمية من الكهرباء في المحلول تساوي شدة التيار ضرب الزمن في الثانية ضرب الوزن المكافئ تقسيم ثابت فردي حيث أن ثابت فردي يساوي 96500 كولوم أو يمكن كتابة نفس المعادلة بطريقة أخرى كمية الكهرباء التساوي I ضرب T شدة التيار ضرب الزمن ضرب الأتوميكويت أو الوزن الذري تقسيم Z ضرب F حيث Z هي تكافو المادة وF ثابت فردي أي بدلا من الوزن المكافئ وضعنا الوزن الذري تقسيم التكافو ويمكن تعريف الفردي بأنه كمية الكهرباء اللازمة لترسيب زوبان أو تصاعد الكتلة المكافئة من المادة عند أحد الأقطاب وبهذا ننهي هذا الدرس ونواصل شرح مقرر الكيمية الكهربائية في دروس لاحقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر